اخبرني شخص ممن يعيش في احدى دول الجزيرة العربية ان مجموعة من البنات الشابات اتفقنا على ان يعملنا رحلة يعملنا رحلة يطفنا على ما يطفنا من البلدان ومن الاخطار وبدون محارب فجاءت احداهن الى ابيها تستأذنه ان تذهب معهن فابوها لم يأذن لها وبيّن لها ان هذا حرام في شريعة الاسلام والمرأة لاسيما الشابات معرضات للفتك بهن من قبل الذئاب البشرية فالبنت لم يعجبها ما فعله ابوها وما قاله ابوها فذهبت الى القسم واشتكت به هنا فدعي ابوها الى القسم وقيل لا لما تمنع ابنتك من امر مباح لها نعوذ بالله من التقول على الله من اباح هذا انهم صناديد الكفر هم الذين يبيحون هذا في بلادهم فمن فعله في بلاد المسلمين فانما اقتدى بصناديد الكفر وإلا فالاسلام معروف شأنه فقيل له لما تمنع ابنتك من امر مباح لها فقال لهم هذه ابنتي وانا ابوها وانا مسؤول عنها امام الله عز وجل قالوا ادخلوا السجن فسجنوه وبعد مدة وهو بالسجن قال اخرجوني ثم قال لهم خذوها لكم خذوها لكم خذوها لكم يا عباد الله امور كما سمعتم ما كان يدور في الخيال ان من ولاة الامور من يصل بهم بامر الغيرة الى حد الموت